أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حتمية عمل كل ما هو ممكن لتحقيق المصالحة الفلسطينية مع إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لتحقيق وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط لوفد رفيع المستوى من حركة فتحة حيث تم استعراض تطورات الوضع سواء بالنسبة للحرب العدوانية على قطاع غزة أو اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر